موسيقى بعد هزائم داعش في سوريا والعراق ما الذي يهدد القارة الافريقية بدء التداول بعملة بيتكوين في بورصة شيكاغو لأول مرة هل بدأت بكسب ثقة السوق البروتين والتمارين الرياضية ما هي الأضرار وما الفوائد موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدين إلى برنامجكم السيديو الآن حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من السيديوهاتنا في دبي نتابع فيها تقارير رناء الحصرية من العراق أطلقت شابات من سامراء شمال بغداد مبادرة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين بهدف رعايتهم وبث الأمل في نفوسهم نتعرف على تفاصيل ذلك ضمن السجلات أول شيء طبعنا بهذا المجال لأنه شفنا يعني الناس مرت بظروف نحن نفسنا مرين بيها لهذا السبب نحن نريد غير نمر بيها ونريد نحد منها المسألة مسألة كتهجير كإذا يتيم محتاج إذا أرملة كل هذه نريد نحد من عندها نريد غير نمر بها المراحل الصعبة سوريون في قلب منازل مهدمة سنتابع قصة نازحين سوريين يقيمون في منازل متهدمة لعجزهم عن استئجار مساكن في مدينة الباب بريف حلب نزحنا بسبب القصف والدمار من ريف حمص الشرقي إلى هذه المناطق المناطق الآمنة ونواجه الآن في فصل الشتاء صعوبة السكن السكن الذي نسكن الآن نحن وأغلبية الناس المتواجدة بهذه المنطقة تحت بناء مدمر أو مخصوف ومع احتمال أو حتمية سقوط هذا المباني بفصل الشتاء نساء موريتانيا لا يختلفنا عن مثيلاتهن في العالم الثالث من حيث اللجوء لقارئات الكاف والمشعوذين والمناجمين للتكهن بالمستقبل وقراءة الماضي وغيره نتابع هذه القصة من موريتانيا نحن ذو الموريتانيين اللي قزانا عادة عندنا من تقاليدنا ونرتفدوا قايسينها ونلتها ولا كذبناه ولا صدقناه مع ان ذا كامل قبل من ملال فهل حسنا أنا هذي جيت لذي قزانا ونضرها تكرر للودع كامية لها كامية ونضرها تنتقيها هذه القزانا القزانا أصلا يطافي لها تسقلات يمشوا يرفضوها عن سعودهم ويرفضوها عن أرزاقهم ويجعلوا العلاقة اللي يقزنوا العلاقة الكبارات ويقزنوا لهم يعد ما يسمى بالاغتصاب السفاحي من أخطر أشكال الاغتصاب والاعتداء الجنسي انتشارا في لبنان المصادر الأمنية تشير إلى أن المستورة من الأرقام هو أكبر بكثير مما يتم الإبلاغ عنه سنتابع هذه القضية خلال السوديو الأن من بعد ما حضرت الفيديو شو بتقول بقول أنه الأنون عنا في لبنان ظالمي جدا مش أنه بالنهاية أنا برأيي بمقتصب إذا كان من عائلته أو غير عائلته للشخص هذا قليل يكون عدم شنعن مش خمسة سنين حبس هذا شيء كتير ظلم بالنهاية هو دمر حياته ودمر يعني هذا الشيء حيضل معه كل وقت تفكر فيه الفيديو كتير مزعج وبيعكس حالي يعني عم تتكرر بمجتمعنا وللأسف ما فيه إلى ما عم من منحكي فيها بشكل واضح يعني وعالني إلى موجز الأنباء أعلن رئيس بلدية نيويورك أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم قرب تايم سكوير في نيويورك هو محاولة اعتداء إرهابي وأوضح قائد الشرطة من جهته أن الانفجار نفذه رجل عمره 27 عاما اسمه عقائد الله كان يحمل عبوة ناسفة بدائية السنة وأضاف أنه تم توقيف المشتبه به وقد أصيب بجروح وحروق في جسده شاهد الرئيسان المصري عبد الفتاح سيسي والروسي فلاديمير بوتين اليوم في القاهرة توقيع عقد إنشاء أول محطة طاقة نبوية في مصر على ساحل البحر المتوسط وقع العقد عن الجانب المصري وقعه وزير الكهرباء محمد شاكر وعن الجانب الروسي وقعه مدير شركة الطاقة وذلك خلال مؤتمر سحفي عقد في قصر الرئاسة بالقاهرة عقب لقاء الرئيسين المصري والروسي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قسم من القوات الروسية الموجودة في سوريا قرار بوتين يأتي في أعقاب زيارة مفاجئة له إلى قاعدة حميميم العسكرية شمال غرب دمشق التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد هذا وأفاد مسؤولون ملاحيون أن بوتين وصل إلى مصر بعد انتهاء زيارته القصيرة إلى سوريا دعا زعيم التيار الصدري العراقي مختدى الصدر أفراد فصيله المسلح المسمى سرايا السلام هو أحد فصائل الحشد الشعبي بتسليم السلاح إلى الدولة داعيا إلى المباشرة بفتح ملف سقوط الموصل والصقلوية ومجزرة سبايكر وقال الصدر في كلمة له بمناسبة النصر على داعش إن الجيش العراقي وقواته الأمنية عادت لهيبتها وقواتها بعد أن أراد البعض بها سوءا ويجب أن نحافظ على هيبتها وقواتها وفرد سيطرتها قتل العشرات من ميليشيا الحوثي في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على جبهات الساحل الغربي لليمن وقالت مصادر يمنية إن قوات الشرعية تواصل تقدمها في الحديدة وتخوض معارك عنيفة مع المتمردين أسفرت عن انهيار دفاعات الميليشيات واستسلام العشرات منهم بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورات بحرية هي السادسة في عام ونصف العام تحاكي رصد واعتراض صواريخ باليستية مفترضة مصدرها كوريا الشمالية المناورات تجرى قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية واليابان ومن المقرر أن تستمر ليومين تشارك في العملية سفينتان أمريكيتان وأخرى كوريا جنوبية والسفينة يابانية تهدف المناورات إلى التدريب على متابعة مسار صاروخ ما وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة وتأتي بعد أقل من أسبوعين على إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات سقط في البحر قبالة سواحل اليابان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أنهتا الأسبوع الماضي مناورات البحرية وصفت بأنها الأكبر في تاريخهما حدة التوتر تفع تدريجيا في السنتين الماضيتين في شبه الجزيرة الكورية بسبب انتهاكات كوريا الشمالية المتواصلة للقرارات والعقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية حثت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية وهي المجموعة التي فازت بجائزة نوبل السلام هذا العام حثت الدولة النووية على تبني معاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية وقالت مديرة الحملة إن كارثة النووية كبرى أصبحت أمرا حتميا في حال استمر وجود القنابل والأسلحة النووية مشيرة إلى أنه سيتم استخدامها لا محالة وبأي شكل كان سواء كان بالصدفة أو عن طريق الخطأ بقيت مئات المدارس مغلقة صباح اليوم في بريطانيا بسبب تساقط الثلوج والجليد بعدما وضعت مصلحة الأرصاد الجوية غالبية مناطق ويلز ووسط إنجلترا في حالة انذار فيما سجلت حركة الطيران اضرابا اضطرابا لليوم الثاني على التوالي وعادت الكهرباء إلى أكثر من مائة ألف منزل فيما حاولت المطارات إعادة جدولة الرحلات عقب أول تساقط كثيف للثلوج هذا الشتاء الذي اعتبر الأشد منذ أربع سنوات هذا وتساقط نحو 32 سنتيمترا من الثلوج في جنوب ويلز الأحد عشائر نينة وتطلق مبادرة لدعم إعمار الموصل بعد قليل أهلا بكم من جديد مع توالي هزائم تنظيم داعش واندحاره في سائر أنحاء العراق وغالبية الأراضي السورية تكثر المخاوف من عودة آلاف المقاتلين إلى بلدانهم التفاصيل في تقرير الزميلة ديمة نجم تتزايد المخاوف الدولية من عودة إرهابي تنظيم داعش الأجانب إلى بلدانهم خاصة بعد إعلان انتهاء احتلال تنظيم داعش الإرهابي في العراق فقد حذر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي يوم الأحد من أن حوالي ستة آلاف أفريقي قاتلوا في صفوف التنظيم الإرهابي يمكن أن يعودوا إلى القارة السمراء داعيا الدول الأفريقية إلى الاستعداد بقوة للتعامل مع عودتهم أضاف شرقي أن عودتها أولاء المسلحين إلى أفريقيا يمثل مخاطر جدية على الأمن والاستقرار الوطنيين ويتطلب تعامل محددا وتعاونا مكثفا بين الدول الأفريقية داعيا الدول المعنية إلى تبدل المعلومات الاستخباراتية بشأن المسلحين الذين يعودون إلى بلدانهم وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيلس دي كيرشوف أعلن قبل عدة أشهر أن حوالي 2500 أوروبي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق داعيا إلى ضرورة تحسين التعاون مع القوى العسكرية المنخرطة في منطقة النزاع للحصول على معلومات لسلطات الأمن الأوروبية مثل بصنات أصابع يد المشتبه بهم مضحا في الوقت نفسه ضرورة تبادل بيانات بيومترية بين الدول الأعضاء في الاتحاد لكشف هوية العائدين من القتال في صفوف داعش في الوقت المناسب وأشار كيرشوف تصريحاته أنذاك إلى تغير تم رصده في استراتيجية تنظيم داعش إذ لم يعد يدعو الأوروبيين إلى القتال في سوريا أو في العراق بل إلى تنفيذ هجمات في محيطهم المباشر مضحا أن الإرهابيين يتبعون حاليا استراتيجية شن كثير من الهجمات الصغيرة ذات تكلفة لوجستية مخفضة بدلا من شن هجمات معقدة وتفصيلية التخطيط مثل هجوم الحادي عشر من سبتمبر أطلق شيوخ ووجهاء عشائر الموصل مبادرة أسموها يدا بيد نبني مدينة الحدباء تهدف إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء ما دمره داعش والمواجهات العسكرية التي وقعت بسبب احتلاله المدينة ممثل عشائر الموصل أقام مؤتمرا حضره مسؤولون حكوميون وقادة في الجيش والشرطة أكدوا خلاله على أن المرحلة المقبلة التي ينتظرها أهالي المدينة هي تضافر الجهود وتعاون الجميع من أجل إعادة المدينة إلى سابق عهدها وبناء وترميم ما دمره داعش فيها الحقيقة نحن كثفنا الجهود وانبثقت لجنة من المؤتمر الغاية منها هو زيارة البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء وممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية لنحصل على دعم حقيقي لإعادة عمار هذه المدينة نحن دائما نؤكد الجانب الأيمن لأن ما رأيناه في الجانب الأيمن يدمي القلوب قبل أن يدمع العين لهذا نقول أن الدول المانحة يجب أن يكون لها دور الحكومة العراقية بعد إنجازها بتحرير هذه المدينة من عصابات داعش أيضا يجب أن يكون لها دور في الإعمار أطلقت شابة عشرينية من سمراء مبادرة أسمتها سلام لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين بالتعاون مع عدد من المتطوعين من أصدقائها وزملائها بهدف الاهتمام بشؤون هذه الشريحة التي تتواصل معها يوميا في المنازل والأماكن التي يتواجدون فيها مراسل أخبار الآن ويسام يوسف لديه تفاصيل في هذا التقرير بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية وعلى ما اكتسبته من خبرات في العمل الإنساني تتنقل شابة عشرينية بين أزقة سامراء ومنازلها كل يوم سورة أيوب يعرفها الجميع هنا في هذه المدينة حيث تولي رعايتها للمشردين وذوي الاحتياجات الخاصة أنشئنا فريق تطوع النسوي الأول في مدينة سامراء فريق كوني ذات أثر الفريق الذي اعتمد اعتماد تام على أن الأعمال تكون إنسانية بعيدة عن الدعم الذي يكون من حكومي أو حزبي أو ممتد للحكومة كل دعم جاي من الناس لتحب الساعد والتحب الخير فشفنا حالات إنسانية بحاجة ماسة إلى المساعدة أكثر من ستة آلاف مشردين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة منتشرون في محافظة صلاح الدين بشكل عام ومن هذا الواقع ولدت مبادرة سورة وصديقاتها لرعاية هذه الشريحة والاعتناء بها بسبب قلة عدد ديور الرعاية أول شيء إحنا طبعنا بهذا المجال لأنه شفنا يعني الناس مرت بظروف إحنا نفسنا مرين بيها فلهذا السبب إحنا ما ريد غيرنا يمر بيها وريد نحد منها المسألة مسألة كتهجير كإذا يتيم محتاج إذا أرملة كل هذه ريد نحد من عددها ما ريد غيرنا يمر بها المراحل الصعبة سعد سورة وزميلاتها إلى تقصي قصص ذوي لإحتياجات خاصة عن قرب والتعرف على الأزمات والمشاكل الاجتماعية التي يواجهونها وهذا ما عزز فكرتها في التعاطي مع واقع هؤلاء وبث الأمل في نفوسهم هناك الآلاف من الأيتام داخل محافظة صلاح الدين لا تجد مؤوى سوى بيوتات صغيرة اعتمدت بعض العوائل أن تنشئ دار الأيتام بمساعدة المحسين سورة وصديقاتها يأملون من خلال هذه المبادرة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين للرعاية من أجل رفع المعاناة عنهم ومحاولة زرع البسمة على وجوههم عبر تركيز كل اهتمامهم ورعايتهم على هذه الشريحة ولو كانت بجهود بسيطة نعود إلى موضوع الجماعات الإرهابية وعودة المقاتلين المتوقعة عودة ستة ألاف إرهابي إلى القارة السمراء من القاهرة ينضم إلينا الخبير في الجماعات المتشددة دكتور ماهر فرغالي دكتور ماهر مساء الخير إذن عودة المقاتلين لطالما كان الكابوس الأكبر لدى البلدان كابوس الأجهزة الأمنية ما وضع القارة السمراء هنا؟ نعم وضع القارة السمراء مثل بقية العالم يعني أوروبا وبعض الدول مثل مصر وبعض الدول الأخرى الخليجية نحن نتوقع عودة ببعض العائدين وبرأيي أنهم سوف ينقسمون إلى أربعة أنواع من العائدين النوع الأول وهو الذي سوف يعود وهو محمل بنفس الفكر وسوف يكون متواصل مع التنظيم وهذا سيكون خطر شديد جدا وهناك نوع الثاني وهو الذي سوف يعود لكنه ترك التنظيم ولكنه كامل بالفكر ليحمل نفس الجينات الفكرية ولادولوجية وهذا أيضا خطر يعنيه يمكن أن يتحول فجأة والنوع الثالث هو النوع الذي ترك التنظيم وترك الفكر وهذا النوع يمكن استيعابه وهذا لا يتم طبعا بكل تأكيد إلا بالفرز الأمني وهذا يحتاج لخريطة معلومات تفصيلية وبنطيل عن كل هذه الشخصيات هناك نوع الدوال سوف يتجول في العالم ولن يعود لكنه سوف يبحث عن أماكن التوتر ويتواصل مع بعض التنظيمات في أماكن التوتر ويعود لهذه العمليات الإرهابية المسلحة هذه الأنواع الأربعة يعني هناك دراسة كانت موجودة في الدنمارك حاولت دولة الدنمارك أن تستوعب بعض العائدين أقامت تجربة على بعض العائدين ونجحت إلى حد ما وهي استيعاب بعض العائدين حيث تقوم منظمات المجتمع المدني تقوم الأسرة تقوم الجامعة تقوم المؤسسات الدينية باستيعابها ومحاولة جدولة برامج معينة تنويرية ولحد ما نجحت هذه طيب دكتور ماهر في أنماط عديدة ذكرت بهذا الموضوع وصحيح مراكز الفكر كان على دراسة العائدين من التطرف العديد من هذه المراكز من تطرف الجامعة الإرهابية هي ذكرت وحددت يعني قسمت كما قلت أنماط هؤلاء في نمط ذكر هنا هو الجهاد العابر للقارات ما يسموه الجهاد طبعا العابر للقارات هؤلاء لديهم استزام أيديولوجي للعنف هذا العنف الذي تعتمده الجماعات الإرهابية باسم الإسلام الذين يدعون الإسلام هؤلاء لا يعودون إلى ديارهم أريدك أن تعلق على هذا النمط إلا بعد تنفيذ هجمات عديدة في الخارج وهذا هو النمط الأشد خطورة وربما هذا طبعا بيجعلنا نذكر طبعا ما حدث اليوم في منهات طبعا تباعد حضرتك نعم نعم طبعا هؤلاء من أطلقت عليهم في النمط هؤلاء هم الجولون يجب أن يتجولون وبحثون عن أماكن التوتر ويكونون دي عمليات إرهابية مسلحة هذا النمط قطر يعني في عام 2011 كان هناك حوالي 500 من تنظيم القاعدة مصنفين لدى أجهزة الأمن العالمية على أنهم جولين بهذا الشكل هذا النمط خطر للغاية وهو على ما أعتقد أن بعض الأجهزة وبعض مراكز الأبحاث تتوقع أن شمال أفريقيا سوف تكون محطة لهؤلاء تحديدا تونس سوف تكون محطة لهؤلاء ووسط آسيا سوف يكون محطة لهؤلاء ولذلك نحن شاهدنا في التراونة الأخيرة جماعة الإمام البخاري مشوء جماعات جديدة بأشكال جديدة متعددة بأسماع جديدة تحمل نفس الأجلوكية الفكرية بنسخ جديدة وهي خلايا ما الذي يمنع من عذرني ما الذي يمنع من الوصول إلى يعني وضع معين أخف من الذي نشهده اليوم يعني لطالما كان هذا الملف الملف الأبرز موضوع عودة المقاتلين الأجانب بجميع الاجتماعات الأوروبية نعم يعني كان هناك مشكلة خطيرة جدا يعني المشكلة الأولى وهي التجاء هذه التنظيمات للصحاري وتغاضي بعض الدول عن ضرب هذه التنظيمات المركزية يعني القطرة طويلة جدا يعني نحن شاهدنا سياسة أوباما على سبيل المثال كانت سياسة أوباما قائمة على ضربات للتحالف للصائرات وفقط وليس وليس فهر التنظيم بالكامل وكذكيكه بالكامل يعني شاهدنا استخدام التنظيم من بعض الدول يعني شاهدنا بعض الدول تمرر مقاتلين لهذه التنظيمات بحيث تستخدمها وتوظفها لصالح جندات خاصة بها هذا هو ما أدى في النهاية إلى هروب عناصر كثيرة جدا من هذه التنظيمات إلى أماكن أخرى مثل مثلا الفلبين التي شاهدنا فيها محاولة عشرة شاء إمارة هناك على سبيل صحيح وما شعدنا في مراوي بالأونة الأخيرة لازلنا أنا أشكرك جزيلا من القاهرة الخبير في الجماعات المتشددة دكتور ماهر فارغالي فاصل قصير نتابع بعده نازحون سوريون يقيمون في منازل متهدمة لعجزهم عن استئجار مساكن بريف حلب أحييكم من جديد كالمستجير بالرمضاء من النار هربوا من الموت ولجأوا إلى العيش في البنايات المهجورة هكذا شاءت الظروف أن يستقر الحال بحوال سبعة آلاف نازح سوري فروا إلى مدينة الباب بريف حلب اكتظاض مخيمات اللجوء وزيادة أسعار الإيجارات دفع الكثير من هؤلاء النازحين مجبرين غير مخيرين إلى العيش في بناء آيلة إلى السقوط وما يزيد الطينة بالاقتراب فصل الشتاء مع نقص الغذاء والأدوية والملابس إذ لا وجود يذكر للمنظمات الإغاثية تفاصيل أوفى في سياق تقدير الزميل عمر السمراء بين أكوام الركام هذه أحياء يترقبون أياد بضاء تخفف عنهم وطأة ألم قاسوه طيلة سنوات مضت هذه هي مدينة الباب السورية معالمها لا تشي بشيء سوى أنها تخبر الناظر إليها عن أطلال منازل هدمت ورحل ساكنها إما لدار الفرار أو القرار سكان هذه البيوت والمحال المهجورة حل محلهم أكثر من سبعة آلاف شخص مرغمين غير مخيرين خشية قصف عشوائي يحيلها حتما إلى السقوط فوق رؤوسهم نزحنا بسبب القصف والدمار من ريف حمص الشرقي إلى هذه المناطق المناطق الأمنة ونواجه الآن في فصل الشتاء صعوبة السكن السكن الذي نسكن الآن نحن أغلبية الناس المتواجدة بهذه المنطقة تحت بناء مدمر أو مخصوف ومع احتمال أو حتمية سقوط هذا المباني بفصل الشتاء يقترب الشتاء بأمطاره الغزيرة ويبقى خلف هذه الجدران أطفال ونساء متشبثين ريث ما تمد لهم يد العون فلا وفرة في الخدمات هنا ولا فرصا للعمل مع دا مساعدات إنسانية شحيحة لا تسد حاجتهم ولا بمقدورهم جني ما يمكن جنيه لتأمين لقمة العيش يؤمن البعض بخرز الودع أو حبات الحظ الذي كانت تعلق في الجاهلية على التمثيل وفي أعناق الصبية إذ إنها ترتبط في ذهنية البعض بالمستقبل الغامض وبالقدرة على فك تلاصمه في التقرير التالي من العاصمة الموريتانية نواكشوت سنتابع كيف تؤثر هذه الحبات في فهم بعض الأشخاص لبعض الأمور الغامضة مع مرسلنا أحمد بدي نساء موريتانيا لا يختلفن عن مثيلاتهن في العالم الثالث من حيث اللجوء لقارئات الكف والمشعوذين والمنجمين للتكهن بالمستقبل وقراءة الماضي وغيره ولهذا عرف الشارع أسماء أشخاص برعوا بأن أقنعوا أكثر عدد من الناس بالاستفادة من خدماتهم الغامضة نبغوها تستعد الآن للدخول في جلسة مهمة عليها أن تسير إلى دار النعيم حيث ستلتقي لالعيشة طاربة الودع المعروفة يفترض أنها ستحل لها بعض الإشكالات الذهنية فلدى المرأة بحسب ما يقال صيلة بقوى تقرأ ما لم يتضح من الصورة نحن ذو الموريسانيين لقزانة عادة عندنا من تقاليدنا ونرتفد قايسينها ونلتها ولا كذبناها ولا صدقناها وعندها كاملة قبل من نلعرفها الحسن وصوف أنا هذا شيء الذي لقزانة من دورها تكرر للودع كامية لها كامية من دورها تنتقيها لالعيشة تحرك ودعها بحرفية وكل ودعة تقول حقيقة وكل حقيقة تقبل الإنقلاب إلى حقيقة أخرى حين تتكي على قفاها أما حين تنكفي فحدث جلل لالعيشة وحدها أن تشرحه لعيون زبونتها الشاخصة أمام ضربة الودع أو القزانة كما يسمونها هنا تكون المرأة عادة متوترة لأنها تنتظر تشخيصا لمستقبلين تعتبره دقيقا في أغلبه رغم أنهم يقولون بعد كل جلسة ما كذبناها ولا صدقناها أي لم نكذبها ولم نصدقها هذه القزانة أصلا يطلاف إلى تسقرات يمشوا يرفضوها عن سعودهم ويرفضوها عن أرزاقهم ويجروا لعليات الكبارات وتقاليد عندنا الموريتانيين عائدة كبيرة وله تحرك الودع جئة وذهابا ويتفاعل وجه نبغوها إنبساطا أو إنقباضا مع التحريك فمن وجد لنفسه مكانا في قلب الودع أي سفينة نوح فقد نجا كما تقول ضاربة الودع أما الغريب في الأمر فهي قطعة النقود الملازمة والتي تعتبر تعرفة لركوب البحر في سفرة إلى عالم المستقبل الذي لا يعلمه في النهاية إلا الله أحمد بدي لقناة الآن وكشوت بدأ أول تداول منتجات مالية تعتمد على عملة بيتكوين الألكترونية في إحدى البورصات الرئيسة بمدينة شيكاغو الأمريكية فيما اعتبر خطوة باتجاه التقنين العملة الرقمية بدأت بورصة تشيكاغو بورد أوبشنز اكسشينج عمليات التداول بعملة بيتكوين في عقود آجلة في تمام الساعة الثالثة والعشرين الاثنين بتوقيت جرينج عند الحديث عن التعاملات الإلكترونية وأسواق المال لم يعد الأمر يقتصر فقط على إرسال الأموال واستقبالها بل إن العالم يشهد ثورة جديدة في عالم الاقتصاد بدخول عملة بيتكوين لأسواق المال في الأيام الأولى ربما تم رفض العملة الإلكترونية بيتكوين باعتبارها عملة غريبة من إنتاج القطاع التكنولوجي وسرعان ما يتلاشى تأثيرها لكنها شهدت تطورا سريعا إذا أصبحت عملة متداولة في القطاع المالي وجعلت بعض الناس أغنية وإذا كان ينظر في الماضي إلى بيتكوين على أنها وسيلة لغسل الأموال والاتجار في المخدرات فإنها أصبحت في الآوينة الأخيرة حديثا رائجا يصل إلى حد تقييم أسعار المنازل بها واشتازت عملة بيتكوين الافتراضية أول اختبار لها في بورصة عالمية ببلغها سعر 15 ألف دولار للوحدة في أول تداول رسمي بها في سوق مالية عالمية وبدأت بورصة شيكاغو بورد أوبشينز إكسجينج عمليات التداول بعملة بيتكوين في عقود آجلة وكانت قيمة العملة عند بدء التداول 15 ألف دولار لكن العقود الآجلة بالعملة الإلكترونية تقلبت خلال العشرين دقيقة الأولى من التداول وصعد سعرها إلى 16 ألف وستمائة دولار قبل أن يتراجع لاحقا وأدت التوقعات بشأن أول إدراج لعملة بيتكوين في البورصات التقليدية إلى ارتفاع قيمة العملة بأكثر من عشرة آلاف دولار فقد وصلت إلى 17 ألف دولار الخميس الماضي قبل أن تتراجع لاحقا ويساهم في صعود قيمة بيتكوين الاهتمام متزايد بها في أسواق العمولات الأمريكية الكبرى مينا رياض معي دكتور باسم حشرات الخبيل الاقتصادي استشاري دولي في الأمم المتحدة مستخير أهلا بك معنا دكتور باسم إذن كنا بالآونا الأخيرة حتى أمس في استوديو الآن تحدثنا عن أن فقاعة وفق طبعا المحللين الاقتصاديين وصولها إلى بورصة شيكاغو لأول مرة ودخولها بورصات رئيسة عالميا هل يجعلنا نغير في هذا الحديث وفي هذا الوصف؟ أهلا وسهلا أستاذة ميسون وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا نعم كان لدينا حديث منذ بضعة أيام وتناولنا فيه تحديدا هذه القفزات المتسارعة للبيتكوين ولعلي أذكر جيدا مع محاوري كان أستاذ أحمد أننا أثرنا نقطة في نهاية الحديث في منتهى الأهمية أن الاعتراب بهذه العملة وجعلها مقننة أو في إطار التعامل القانوني يمنحها الكثير من الشرعية ويبدو أن البعض كان بيسمعون وقتها لذا اتجهت الأمور نحو التقنين بالشكل اللي حضرتك عرطيه في التقرير واللي به نعم أستطيع أن أقول أن تغيرا ما حدث في الأربعة أيام الأخيرة انتهت بليلة أمس بالاعتراف القانوني بالبيتكوين كأحد عملات التداول في العقود الأجيلة المستقبلية في بورسة شيكاغو بما يمنحها بالقطع مسارا جديدا كواحدة من العملات التي يمكن الاعتماد عليها والتي يمكن اللجوء إليها في هذا الشكل من التداولات المالية ما أهم جعل هذا الموضوع يحدث أن تبتعد عن كون فقاعة ويتم فعلا تقنينها بداية هي لم تبتعد عن كونها فقاعة بعد لازلت أنظر إليها وخصوصا أن الذي يحكم سعرها إلى الآن هي حركات الطلب والعرض التي لا يمكن التحكم فيها بأي شكل من الأشكال لذا هي لازالت تخضع بشكل أو بآخر إلى قانون الفقاعة على الأقل من وجهة نظرك الذي جعلها أخذت هذا المنح فيه تقديري ربما يرجع إلى استجابة الأطر التنظيمية أو استجابة المؤسسات النظامية لهذا النوع من الطلب العالي عليها في الأسواق غير المركزية بما يعني أنه لا بد من احتواء هذا الشكل الجديد من الأوراق أو من العملات النقدية التكنولوجية الغاية في التشفير وكذلك التي تنتشر بسرعة واسعة جدا تجعل من الأفضل والأكثر موضوعية هو محاولة احتواءها أفضل من تركها لأمور السوق أو تركها تجعل قطاعا موازيا جديدا يضافه إلى السوق المالي أو السوق التكنولوجي بما يصعب عملية الاحتواء ربما لاحق طيب على المدى البعيد يعني حسب ما ستقول إليه الأيام كما قلت يعني أنت برأي حدثك فقاعة ومع أنه كمان كان حديثك أنه قلت احتمالية اعتبار فقاعة بالأونا الأخيرة بالأيام الأخيرة لما استقرت عليه الاعتماد ببورصة شيكاغو ومن الممكن أن تصبح عملة معتمدة كمان كما قلت حضرتك دكتور باسم على المدى البعيد فيما لو اعتمدت ما مدى إيجابياته يعني مش بس للمستثمرين دعينا نتفق أولا أستاذة ميسون على أنه أي عملة من عملات التداول أو أي أداة من الأدوات المالية التي تطرح في السوق سواء كانت هذه العملة بيتكوين مشفرة أو غيرها من العملات أو الأدوات المالية الذي يجعل لها نصيبا من النجاح في الأساس هو قدرتها على تلبية حاجة المتعاملين ومدى الثقة التي تتمتع بها سهولة تداولها تداولها كذلك انخفاض تكلفة التداول كل هذه الميزات أتخيل أنها تتوافر في البيتكوين يضاف إلى ذلك على المدى المتوسط والبعيد دعينا نقول الاستجابة التي قامت بها المؤسسات الرسمية أو البرصات الرسمية التي بدأت في إدراجها ضمن أحد الأدوات المالية المعترب بها في السوق تمنح لها شرعية إضافية تمنح لها مصداقية أعلى وبالتالي ما أراه كما ذكر التقرير وربما أتفق تماما مع الجملة الأخيرة التي عرضها التقرير أننا بصدد الحديث عن أداء تمثل ثورة تكنولوجية جديدة في مجال التداول المالي ومجال الأوراق المالية وأظن أن الأمر لن يختلف كثيرا في وضعية المستثمرين عن وضعية المتعاملين الآخرين في السوق إذ أنها ستعود بالنفح حالة تقنينها لجميع الحائزين وفي ظني أن هذا هو الاتجاه الذي ستصب إليه أو التي تسير إليه معظم هذه المنظمة ولكن على رغم اعتمادة وشارع نطا بشكل ما ولكنها ليست قانونية بعد مئة في المئة شرعية صحيح ويكفي أن نعرف أن برصات زي برصات الصين ما زالت لا تعترب بها وكذلك ربما أمريكا وألمانيا هم الأبرز بين كل دول العالم من الذين سامحوا بتدولها بشكل شرعي أو لنقل بشكل قانوني أو رسمي باقي الدول إلى الآن تنظر وهي تقدم رجلا وتؤخر الأخرى نعم متردد فنترابع نحن هذا الموضوع على إياد حال عذروني انتهى وقت الحجزة أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا دكتور باسم حشاد الخبيل الاقتصادي الاستشاري الدولي بالأمم المتحدة شكرا دكتور باسم فاصل قصير مشاهدين ونعود ابقوا معنا أرحب بكم من جديد انطلقت اليوم فعاليات المنتقى السنوي الرابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في أبوظبي بمشاركة عدد كبير من العلماء والمفكرين والباحثين وممثلي الأديان على مستوى العالم تحت شعار قطع الطريق أمام تطرف المزيد من التفاصيل مع الزمي جمال العربة الإرهاب والعنف والتطرف والعنصرية كلمات أصبحت متدولة في مجتمعاتنا المسلمة بالرغم أنها لا تموت بصلة لأي دين كما يتم استغلال الدين كدريعة وغطاء للتخفي وراء جرائم الإرهابية تجديد الخطاب الفكري ضرورة للقضاء على التطرف هذا ما دعا إليها الشيخ عبدالله بنبي موشددا في الوقت ذاته على أهمية الاتحاد من أجل اقتلاع جثور الإرهاب نحن في هذا الاجتماع نحاول أن نرسي قواعد للسلام نحاول أن ننشر السلام في أنحاء العالم لكن انطلاقا من فكرة الأساسية هي أن السلام ينبت من قلوب وأن رشال الدين عليهم مسؤولية خاصة في دفع العالم إلى السلام هذه هي رسالتنا وهي التي نحاول في هذا الاجتماع أن نقوم بعمل جاد فيها طبعا محاربة الفكر لا تكون إلا بالفكر وهذه هي الحرب بالقوى الناعمة القوى الصلبة دائما تكون مؤقتة وحارسها حارس مؤقت أما حارس القوى الناعمة فهو حارس القيم والأخلاقيات والمثل العليا وهو حارس مستدام يهدف الملتقى إلى بحث المخاطر التي تعصف بالسلم العالمي وإمكانية وضع حد للنزاعات وترسيخ ثقافة التسمح وتعزيز السلم خاصة في إطار كسر حلقات الخوف والتخويف من الإسلام والمسلمين في أكثر من بقعة من العالم بالإضافة إلى العمل على نشر الفكر السليم داخل المجتمعات المسلمة بعيدا عن المفاهيم الخاطئة التي تنسب إلى الدين لما نمضي إلى المستوى الفكري لابد أن الفكرة تحارب بالفكرة والآن ما المطلوب نحن هناك خبراء تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب وهو ما يحدث في هذا المؤتمر الذي يجري تحت رئاية رئيس الدولة حفظه الله إذن أعتقد أن وسائل تجفيف الفكر الإرهابي تبدأ بمناهج التعليمية أنا أعتقد أنها تذهب حتى إلى مناهج الأسرية والإصلاح الأسري هذه رؤيتي ثم بعد المناهج التعليمية تذهب إلى مؤسسة المسجد ثم إلى مؤسسة الثقافية إلى الكتاب والنشر ووسائل الإعلام هذا المنظومة كاملة كفيلة برأيي أن تجفف المنابع الفكرية للإرهاب ويؤكد المنتدى أولوية السلم باعتباره الضامن الحقيقي لسائر الحقوق كما يسهم في إيجاد فضاء رحب للحوار والتسامح ويعزز دور العلماء في نشر الفهم الصحيح والمنهجية السليمة للتدين يجمع المشاركون في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأن الفكر المتطرف لا يحرب إلا بالفكر السليم وهذا ما يسعى إليه المنتدى من خلال قطع الطريق أمام المتطرفين وأفكارهم جمال العريبي لأخبار الآن أبو ظبي عبر الهاتف من أبو ظبي معي دكتور مصطفى شريف الأستاذ الجامعي المفك الجزائري مساء الخير أهلا بك معنا دكتور مصطفى تبعت التقرير مع أحد ضيوف الزميل جمال العريبي قال بأن القوة الصلبة مؤقتة بعد دحر داعش تحديدا عسكريا دكتور مصطفى إلى أي درجة هناك ضرورة لما يحكى بهذا المؤتمر اليوم عن محاربة الفكر المتطرف وبأنه مرحلة هذه حساسة جدا دكتور مصطفى لا يسمعون لدكتور مصطفى سنعود إليه إذا أمكن لي إذن الوقوف على أهمية هذا الموضوع تصديد الضوء على محاربة الفكر المتطرف بالفكر المستنير تحيق البروتين في مجتمعاتنا بشكل واسع وملحوظ في الأونة الأخيرة واختلفت مسمياتها وكثرت الشركات المنتجة لها تقارير حديثة تفيد بأنه من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات منتجات بروتين حول العالم إلى أكثر من سبعة مليارات دولار بحلول عام 2020 تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عبدالله العصار لا شك أن الحصول على جسد مثالي وبناء عضلات قوية في أقل وقت ممكن هو حلم لنا جميعا ومع غزو مساحيق البروتين للأسواق في كل أنحاء العالم بمختلف مسمياتها وشركاتها المنتجة أصبح الحصول على جسم مثالي في وقت قصير حلما من السهل جدا تحقيقه فالبروتين في معناه الطبي الخام هو المادة الأساسية التي يتكون منها جسم الإنسان والتي تعمل على إصلاح الجسم وبناء العضلات والأنسجة وغالبا ما ينصح خبراء التغذية والمدربين باستخدام مسحوق البروتين لتعزيز القدرة على التحمل وتضخيم العضلات وسرعة التعافي من الصدمات أو شفاء العضلات أو حتى زيادة في قوة الجهاز المناعي ونصح العديد من الأطباء وخبراء التغذية بأن يكون الحد الأقصى لكمية البروتين التي يمكن أن يتناولها الفرد من 20 إلى 30 جراما فقط في الوجبة الواحدة وذكر الأطباء بعض المشاكل التي يمكن أن يسببها الإفراط في تناول مسحوق البروتين كان من أبرزها أن مسحوق البروتين يحتوي على سعرات حرارية بسيطة قد تؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة لحاجة الجسم بعد ذلك لمزيد من السعرات التي يتم الحصول عليها من مصادر غير صحية وبحسب الأطباء يمكن أن يؤدي مسحوق البروتين إلى مشاكل بالجهاز الهضمي وفقدان الشعر بالنسبة للرجال سواء الرأس أو الجسم كما يسبب مسحوق البروتين الإصابة بانتفاخات البطن والإسهال والصداع والإرهاق بالإضافة إلى تليف الكبد وأضرار بالكلة وأضاف الأطباء أن الإفراط في تناول مساحيق البروتين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب من جدة معي دكتورة وفاء أبو خضرة استشارية تغذية العلاجية مستر خير أهلا بك معنا دكتورة وفاء إذن يحكى بهذه التقارير اليوم بشكل رئيس مسحيق البروتين لها فوائد كثيرة ولكن بالإضافة لما ذكرته زميلة عبير عبدالله بتقرير لحضر عبدالله عصار ما هي المخاطر؟ ما هي المخاطر إذا أخذ الواحد كمية كبيرة من البروتين لها مخاطر كثيرة يعني زي ما ذكر بالتقرير بتأدي إلى إفهالات المعجة بتصير مضايق من معجة بتصير في عندي انتفاخ بالبطن بتأثر على الويت الوزن احتمال أنه يخسر بعض الوزن لكن بعدين بعد فترة بيصير في عندي زياه الوزن بتأثر على الكلة بتأثر على العظام بتأثر على الشعر بتأثر أنه بتضبط الهرمونات على حسب النوع البروتين من وين عم يأخذه فإذا كان عم يأخذ البروتين من الصويل ملك حتى حتأثر على الهرمونات بالجسن أحيانا بعض أنواع البروتين يكون فيها ما بتكون نقية بيكون فيها بعض المعادن السامة فيه معادن السامة ممكن أن نذكورها يعني يجب أن يتم التنبه لها عند شراء المساحة في البروتين هو أنت ما حتقدت ما يدير من وين هم يجايدين هم ما حتقدت من وين المصدر تبعهم بس المفروض أنه إذا كان فيه داعي بدي يشتري بروتين يكون من مصادر أو من شركة الطبية موثوقة وعادين ينتبه على كمية الاستعمال إلي بدي أخذها ويكون في إيها حاجة أنه حسب ما يأخذ مصفوق البروتين بيقدر أنه يأخذ البروتين الطبيعي ما من يحدد الكمية البروتين التي يجب أن أخذها إلى أي درجة هي تختلف بين شخص وآخر هم إذا إذن يرتي أخصائية التغذية العلاجية بتساعد على أن تحدد لكل إنسان حسب طوله ووزنه قديش هو بدي يأخذ البروتين وقديش كمية المجهود العضلي اللي بيعمل فهو بيكون على حسب يعني فيه عنده كذا عامل مش إنه عامل واحد فلاجب خصائية التغذية العلاجية هي هتحدد لأنه هو حيأخذ مثلا صحيح بالنسبة لكل كيلو جرام من الوزن ولا حيأخذ يختلف يعني بأن شخص وآخر يجب لجوء لطبيبة غذائية عذوري إن تهى وقتنا من جدة دكتورة وفاء أبو خضراء استشارية التغذية العلاجية نعود إلى ملف القضاء على الإرهاب من خلال الفكر المستنير هذه المرة والتركيز عليه من انطلاقا من المنتدى الذي عقد اليوم ملتقى سنوى الرابع لمنتدى تعزيز السلم الذي في المجتمعات المسلمة الذي عقد في أبو ظبي من أبو ظبي مع دكتور مصطفى شريف الأستاذ الجامع ومفاك الجزائري مساء الخير سلام عليكم أهلين وعليكم السلام إذن تحدثنا قبل قليل عن أهمية محاربة الفكر المتطرف الخطاب المعتدل دكتور مصطفى إلى أي درجة يجب أن يكون من أبرز الأولويات اليوم إن كان خاصة بعد الانتهاء من التطرف يعني بشكل كبير عسكريا وليس فقط بالصرح الدينية وإنما الخطاب المعتدل يعني بالمراكز الثقافية تعليمية بالبيوت نعم دكتور مصطفى أنا أسمعك هذا المنتدى لتعزيز ثقافة السن في المجتمعات الإسلامية أهمية القصوى لأنها فعلا يلزمنا أن نعمل بطريقة موضوعية بعيدا على العاطفة ودادية لنصبح أقوية في هذا العالم لازم نركز على التربية والإعلامة والتكوين في مجتمعاتنا وعلى التطور والنمو لنغير ميزان القوة مع الآخرين في إطال الحسك الحوار والدفاع على حقوقنا الشرعية لا بديل إلى العلم والمعرفة والخطاب المتفتح نحن أمة الوسط طيب دكتور مصطفى بهذا المنتدى كان فيه عدد كبير من العلماء والمفكرين والباحثين ممثلي الأديان من دول عديدة إلى أي درجة مهم هذا الموضوع موضوع الاتحاد وذكر أيضا بتقليل زميل جمال موضوع الاستفادة من تجارب البلدان نعم القرآن الكريم أمرنا بالحوار وجادلهم بالتي أحسن ليس في طريقة حسنة فقط ولكن بالسكل أحسن خلقناكم شعوبا وقبل اللي تعرفوا التعرف هو شرط التعيش قضيتنا عادلة لازم نعرف كيف ندفع لها بعقلانية وبرزانة وبذكاة عندنا حق نحن شهادة على الناس ونربي الأجيال الجديدة على اليقظة والتفتح في نفس الوقت الأصلة والتقدم نحن في فعلا أهل الحضرة الوسطية والحضرة الإنسانية النابلة العربية الإسلامية أنا أشكرك جزيلا من أبو ظبي دكتور مصطفى شريف الأستاذ الجامعين مفكر الجزائري شكرا فاصل قصير مشاهدين نعود بعده لنتابع السينما في السعودية بدء منح الترخيص مطلع 2018 أهلا بكم من جديد يشكل الحراك النسوي في المجتمعات العربية قوة فاعلة لسيما في مخص قضايا مناصرة المرأة ومن بينها ما يسمى بالاغتصاب السفحي إذ تعلو المطالب لإنزال أقصى العقوبات بالمجرم وتكثر حملات التوعية حول بشاعة هذا الفعل خلف هذه الأبواب قصص لا نسمعها في الطريق وأقل ما نشاهدها على الشاشات أنا كمان مرأت بنفس التجربة اسمي جزال وعمري 18 بس لتعرضت له وكان من جوز أمي بي مات لما كان عمري ثلاث سنين وجوز أمي اختصبني أول مرة لما صار عمري عشر سنين وكان يعتدع أخواتي كمان أول مرة يعتدع لي أخذنا ع بيته بالجبل وحبسنا منيك وبعدين كان يستغل لأنه ماما مش بالبيت لأيضال يعتدع لي لما خبرت ماما عايتت علي وقالت لي مابا أحكي خلف هذه الأبواب يشاهد المرة في الشارع شهادات حية لضحايا الاغتصاب السفحية ويعبرون عما تطلقه فيهم من مشاعر من بعد ما حضرت الفيديو شو بتقول بقول أنه الأنون عنا في لبنان ظالمي جدا مش أنه بالنهاية أنا برأيي بمقتصب إذا كان من عائلته أو غير عائلته للشخص هذا قليل يكون عدم شمعا مش خمسة سنين حبس هذا شيء كتير ظلم بالنهاية هو دمر حياته ودمر يعني هذا الشيء حيضل معه كل الوقت تفكر فيه الفيديو كتير مزعج وبيعكس حالي يعني عم تتكرر بمجتمعنا وللأسف ما فيه لا أمامنا منحكي فيها بشكل واضح يعني وعلني وكمان للأسف أنه فكرة الاقتصاب كتير مزعجة ومزعج أكتر هو أنه سفاح القربة ما فيه له آآ عنون بيخصه يعني عقوبة بتخصه أنه فيه عقوبة للاغتصاب بس مش لا سفاح القربة بالتحديد التوعية في الشارع على أخطر ما تتعرض له المرأة أو الفتاة من عنف جسدي وضرر معنوي ضرورية ليخرج موضوع الاغتصاب السفاحي من إطار النقاش المحرام الحملات لازم تستمر والتوعية لازم تكون للضحية قبل المغتصب يعني تعرف الضحية شو حقوقها وين تلتج في إطار تحركه لنصرة قضايا النساء يمارس المجتمع المدني العربي ضغطا على ما يحمي المغتصب من قوانين فيشرك المجتمع الأهلي في التوعية أولا وفي رفع الصوت ثانيا عم نطالب اليوم بتشديد العقوبة على الأشخاص اللي بيرتكبوا هيك نوع من جرائم تكون عم توصل لحد المؤبد واللي هو شي واقع مغير لواقع القانوني الموجود بلبنان وبالدولة العربية عدد النساء اللي صارت عم تبلغ عن هيدا الموضوعات عن هيك نوع من جرائم صارت أعلى ويمكن هذا نتيجة الجهود الحراك النسوية اللي عم بيصير بكل دولة عربية من أصعب وأقلم شي بهيك نوع من الموضوع أنه بتكون المرأة فعلا والفتاة عالقانة بيفخ مبين تحكي عن الموضوع وبالتالي تتهم أنه هي فضحت العيلة أنه هي فضحت حالها ومبين فعلا أنه يمكن تكون عم تصمت عن هيدا الموضوع والكلفة هون بتكون أعلى بكتير لأنه الكلفة إن كان الصحية الصحية النفسية عليها وعلى مستقبلها فعلا بتكون خسرت حياتها بمناسبة حملة الستة عشر يوما العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تكسر حملات المناصرة مع التأكيد على أن التبليغ عن حالات كهذه أساس في محاسبة المجرم ورد عمن ينوي ارتكابه الاغتصاب السفاحي عبارة لا تتواتر كثيرا في مجتمعاتنا العربية بقدر ما هي موجودة خلف الأبواب ولنصرة الضحية لابد من أن يرفع الصوت ويوضع المجرم عند حده لأخبار الآن ريسى بعنطون لبنان وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في سعودية وافق على إصدار ترخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة ومن المقرر البدء بمنح ترخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان سحفي إن محتوى العروض سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة كما أكدت بأن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية بما يتضمن تقديم محتوى مثر وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية نظم المتحف الوطني السعودي معرضا في الرياض يهدف إلى إطلاع العالم على حضارة وتاريخ الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية من خلال كنوزها التراثية التي تجسد بعدها الحضاري إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي بين شعوب العالم معرض طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية روايا أهثار المملكة هو مجموعة مختارة من المعثورات الأثرية في المملكة العربية السعودية عددها 466 قطعة أثرية الهدف من تشكيل هذا المعرض هو التعريف بالتراث الحضار للمملكة العربية السعودية ودورها الحضاري بين مجتمعات العالم عبر العصور المعروف عالميا أن تجين الحصان كان في 2005 قبل الميلاد في آسيا الوسطى هنا دليل الآن لدينا في المملكة العربية السعودية أن تجين الحصان قبل تجينه في آسيا الوسطى كان هناك تجين الحصان من 9000 سنة وهو الحصان العربي تحديدا هذه فاصلة شواهد نقوش بخط المسند جنوب الجزيرة العربية وتسمى شواهد نقوش الأحسائية نظرا لأنها تبدأ بهذه الكلمتين وجر وقبر منتشرة في جميع أول ما بدأت المنطقة الشرقية عرفت ثم انتشرت في شمال الجزيرة أيضا بنفس العبارتين وجر وقبر يعني حافر ودفن فكلها شواهد قبوع دائما للمزيد مشاهدين طبعا مواقع تواصل اجتماعي والبث المباشر أشكركم دائما من سيديوهاتنا في دبي على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة